أتصدق عادي أبو عاية أن مشاكلنا تنتهي بكلمة طيبة صحيح أبو عاية ترى ما هو ببطاقم ذهب حيانا تنحل المشاكل صحيح ولا هو بحب الخشوم ولا طلبات كلمة طيبة ولو رجع وهي ربطن شناطها أنا أقص للقصة امرأة رجل يقول أني في يوم الجمعة أضحى تطاقيت وياها على الفطور وعلى الشماغ ما تسوتها والتطاقين يقولوا طلعت حتى لما ما شربته أصلي يقول تربطي شناطس لأنني رجع يقول رحت بس بصلي يقول وجي أوقف عند جامعنا قلت ما بي حتى ذا المستد اللي عرفني فيه خاف يمسكني أحدني سلم علي ثم أتأخر من قرشعتها لها لها بشيرها أعوذ بالله ما شر يقول وروح الحين ثاني وألبك وادخل إلينا الخطيب يخطب عن فضل الاستغفار وأن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم من فرجه ونماموم يقول دي يوم دمعت عيوني وبديت أستغفر وهو يخطب ثم صليت لي ركعتين كلها استغفار رفعت يديتي قلت أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه يوم رجعت لها ألينا دموعها على شناطها الله أكبر قلت وش رايس خلي شناطس عند الباب صليتي قالت لا تصلي واستغفري قالت وش دخل الاستغفار قال أنا يوم استغفرت في صدري برد وسلام حسيت براحة والله قدر زاد عندي والنس خليتي يوم أسمعت أول مرة أنت أسمع كلام زي صحيح قامت الضعيفة وتوضت استغفر الله الله أكبر يقول والحين والله أني ما أرى في الحياة إلا هي هي جنة لذلك نقول لبعضهم ترى كلمة جميلة لاستغفار تنهيها الجمر اللي يمولعها بليس